أكدت شركة مصفاة البترول سلامة استوانات الغاز التي تخرج من محطات التعبئة الثلاثة التابعة لها وأنها لا تملك صلاحيات لمتابعة المتداول في السوق منها وقالت المصفاة على لسان الناطق الإعلامي باسمها ردا على شكاوى تلقتها من بعض المواطنين عن قصر المدة الاستهلاكية لاستوانة الغاز ووجود ماء داخل الاستوانات وأكدت المصفاة أن استوانات الغاز تمر بمراحل فحص مشددة من قبل كوادرها الفنية المؤهلة ولا تخرج أي استوانة معبئة من محطات التعبئة الموجودة في الزرقاء وعمان وإربد دون اشتياز مراحل الفحص والتفتيش الدقيق سواء لجسم الاستوانة أو الصمام وكمية الغاز المعبئة فيها وفيما يتعلق بوجود الماء داخل الاستوانات أوضحت المصفاة أن جميع المراحل التي يمر بها الغاز المسال بدءا من إنتاجه واستيراده وتخزينه ثم تعبئته في الاستوانات لا يدخل فيه الماء أصلا وأن وجود الماء في الاستوانة مؤشر على تلاعب يتم بعد خروج الاستوانة من المصفاة